عندك حضرتك يعني أكثر من أخ بالوسط الفني مو بس حضرتك عندك أخين توفوا صحيح؟ اي أخ شهيد والأخ الثاني شنو اللي صارويا؟ لا أخ توفى وفاة طبعا عندك الأخ الشهيد هو اللي خطت النار لأنه غير حياتك ورا وفاتك تأثرت تأثير كبير جداً لوفاته عندي أخوة اثنين توم واحد محمد نذير سعيد اللي هو رئيس مصورين أقدم في العراقية كان وبالسينما والمسرح وبعدين حال عالتقاعد محمد بشير كان راقص بالفرق القومية الفنون الشعبية هل لش كل واحد يسمي أب؟ بشير ونذير وعطى محمد بشير الاسم مش اسمه مثلنا يعني محمد عطى أنا مركب ها أنت اسمك محمد عطى هو محمد بشير وأبونا سعيد احنا موسعدة انا عبالي الجد اسمه سعيد عبالي الجد اسمه سعيد لا لا الأب الفرح محل روحة الله يرحب ايه فهذا محمد بشير اخذه جندي واذا بالحصاد الأكبر يروح ويتوفى الفرح محل روحة بقى محمد بشير الآن لدي محمد نذير انا اعرف انه سرببت لك صدمة وفاتك صدمة كبيرة جدا لانه اخويا يعني متأدت علي وفات شيء يعني انا عاشقهم اكو هم اللي التنيين ايه واذا اتفاجئ بهذا اخويا صارت فاتألمت زن وبعدين احنا كانت الحروب موجودة وياخذون عسكرية منها وياخذون امع رفع ايش زياني عندي معلومة انك تركت العراق بسبب موضو؟ وفاتا أخوك اضطررت اتهاجر هو هذا 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 سر يمكن انت ابد ما قايله لا ام يعني ماشي اسمه يعني تأثرت وصرت عصبي وتحدشيت في ذاك الوقت انتقدت الجهة معينة الحالات اللي يدن مربية والحرب انتقدت فأكو ناس وصلوا وصلوا ولذلك أنا معروف خلتني أطلع حتى شزمة زين نعم أو لا بدون تفاصيل هل اللي وشوا عليك كانوا فنانين زملاء؟ نعم لأنه أنا تحدثت أمام بعض الفنانين اللي موجودين ووشوا عليك زين نعم سماعت بعدها هي القوات الأمنية وصلت لبيتك ورادوك يعني ورادويا ورادوني ماليقوني جنت أنت بكتها مسافر أي جنت أني بكتها مسافر وقرصان